مركز راشد لأصحاب الهمم انطلق راشد لأصحاب الهمم في العام 1994 بحلم صغير راود ضمائر المؤسسين له فعقدوا العزم وأخلصوا النية على تحقيق الحلم وسمو الغاية فتلاقت أحلامهم وجهودهم مع سواعد الخير والعطاء في المجتمع الإماراتي المتضامني والمتآزم شيوخاً وحكاماً شعباً وسكاناً وتوالت الإنجازات وتعالت التطلعات وتواصلت الخطوات حتى بات مركز راشد لأصحاب الهمم من بيوت الخبرة في المنطقة العربية في مجال تعليم وتدريب وتأهيل وتوظيف ودمج أصحاب الهمم الذين انتصرت لهم القيادة الرشيدة أكثر من ألف مرة مرة حين منحت هذا المركز اسم راشد الباني طيب الله تراه ومرة حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المركز قطعة أرض في منطقة البرشة عام 1996 لينقل المركز من فيلا مستأجرة إلى مؤسسة ومدينة إنسانية تضم اليوم أكثر من ثلاثين فصلا دراسيا وورش تدريب مهني وليقدم خدماته الإنسانية المتطورة إلى نحو ثلاثمية طالب وطالبة يقوم على خدمتهم كادر أكاديمي وإداري ولوجستي قوامه نحو 135 موظفا لقد انتهج المركز دروبا مبتكرة في تعزيز وتعميق الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم من خلال المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات الدراسية وجلسات العصف الدهني والبحوث والدراسات وبراءات الاختراع وأطلق المركز جوائزه الرفيعة وفي مقدمتها جائزة الشيخ راشد للشخصية الإنسانية التي فاز بها كوكبة من الشخصيات الوطنية والخليجية والعربية رفيعة القامة والهامة وجائزة الشيخ راشد للدراسات الإنسانية وأبدع المركز في توظيف نجومية الشخصيات العامة من مبدعين وكتاب وفنانين وأدباء ورياضيين وتشكيليين وكل قطاعات المجتمع من أجل وقف تهميش أصحاب الهمم بما ينسجم واستراتيجية الدولة وقيادتها الرشيدة في تمكين ودمج هذه الفئة في المجتمع بكل كفاءة واقتدار واليوم يواصل مركز راشد لأصحاب الهمم تطوره القياسي اللافت على أسس راسخة معتمدا على الله تعالى وتوفيقه أولا الذي كان الأساس في مسيرته ونموه ومن بعده على دعم أهل الخير والجود من مختلف الجنسيات والثقافات لأن مركز راشد لأصحاب الهمم لم يكن يوما أسير الجغرافيا واستقبل طلبته من نحو 42 جنسية دون ما تمييز بين لون وجنس أو عرق ودين وشارك مركز راشد لأصحاب الهمم في فعاليات وتظاهرات عربية وعالمية وكان سفيرا لأصحاب الهمم في العديد من المدن والعواصف وطاف طلبته أكثر من مرة البيت العتيق ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يحفظ الإمارات وشيوخها وشعبها وأرضها واستجابة لمتطلبات العصر وتعميقا لرؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استحدث المركز وحدة الدكاء الاصطناعي وسعى إلى توظيف إمكاناتها وتقنياتها لخدمة طلبته من أصحاب الهمم وكذلك أنشأ المركز ورشات مهنية جديدة كالطباعة والحياكة لتسهم إلى جانب برش الزراعة العضوية والنجارة في تأهيل الطلبة وتهيئتهم إلى سوق العمل بالإضافة إلى غرفة الموسيقى وغرفة الفن والستوديو راشد للتصوير الفوتوغرافي والمسبح وغرفة تراث الإمارات بهدف تعميق الثقافة الوطنية لدى الطلبة كما نجح المركز في تأسيس فرقة نجوم راشد المسرحية التي قدمت عروضها داخل وخارج الدولة ونالت الإعجاب والإشادة من الضيوف والمختصين وأسهم سوق راشد في تعريف الجمهور بإبداعات طلبة راشد ومهاراتهم هذه حكاية راشد بذرة خير في أرض الخير أنبتت سبع سناب في كل سنبلة ماءة حم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر